لما نجي نتكلم أن الدولة لها دور عظيم في اللي بنشوفه طبعا في الفترة الأخيرة في الساحل الشمالي أهمية ده تأثيره الإيجابي ومرضوده على قطاع السياحة اللي دايما أول ما بيحصل أي حاجة هو أول قطاع بيتضرر هو الحقيقة طبعا إحنا عارفين أنه المصر كدولة بتتمتع بمقاومات سياحية كبيرة جدا ويمكن إحنا أثرنا الحقيقة لفترة طويلة في استغلال كل هذه الإمكانيات اللي ربنا أعطاها لبلدنا الطيبة الحقيقة طبعا إحنا عارفين أنه الساحل الشمالي كان مخطط أنه ما بيشتغلش غير الثلاث شهور أو الأربع شهور الصيفية فقط وبالتالي إحنا أهضرنا فرص كتيرة جدا في استخدام واستغلال هذه المنطقة الساحرة في جنوب البحر المتوسط أيضا مصر ليها حصة المفروض كانت بتحرس أنها تاخدها من السياحة في منطقة حوض البحر المتوسط يمكن معظم الدول اللي بيطلها سواء في جنوب أوروبا يعني بتاخد نقول كان نصيب الأسد النهاردة مصر بدأت تستعيد دورها في الحصول على حصتها العادلة في البحر المتوسط بالتنمية لأنه كانت دايما اعتمادنا على مدينة الإسكندرية على بورسعيد في البحر المتوسط النهاردة بدأنا بقى فيه العريش بقى فيه كمان العالمين الجديدة العالمين الجديدة تعتبر هي الأحدث ويعني نقول أحدث مدينة عصرية حديثة في أولا في حوض البحر المتوسط وفي شمال أفريقيا وبالتالي جهود اللي تبذلت فيه إنشاء هذه الأبراج الرائعة اللي بنشوفها ومدينة بتؤهلها الدولة المصرية إنها مدينة تشتغل طوال العام طبعا عشان يتحقق ده كان فيه مجهود كبير جدا بذلته الحياة الدولة وزي ما حضرتك قلت في بنية تحتية قوية جدا قامت في هذه المنطقة وأيضا الاهتمام بالظهير العمراني لهذه المدينة الرائعة ما نقول ظهير عمراني يعني فيه إسكان بكافة مستوياته فيه أيضا مدارس فيه جامعات فيه مستشفيات فيه مناحي الحياة في الرياضة في كل حاجة اللي تؤهل الناس انها مدينة